ضمن مسئولياتها الانسانية في اليمن والتي تستهدف تخفيف معاناة الشعبي طيلة فترة الحرب التي افتعلتها ميليشيات الحوثية الانقلابية في البلاد ولغاية العام الفين واثنين وعشرين ترجمت دولة الامارات العربية المتحدة وعبر ذراعها الانساني هيئة الهلال الاحمر ادوارا متميزة على ارض الواقع من خلال مشروعات تنموية في العديد من المحافظات ومن ضمنها محافظة حضر موت ومديرياتها وقراها ففي عام الفين واثنين وعشرين استفاد عشرات الالاف من الاسر الفقيرة والمحتاجة من المساعدات الاغاثية التي وزعتها الامارات في المحافظة والتي استفاد منها مائتان واثنان وخمسون الفا واربعمائة وخمسة وستون فردا وعملت الهيئة بوتيرة عالي على استكمال مشروع مستشفى المكلة للامومة المتعثر بناؤه منذ اكثر من خمسة عشر عاما والذي سيستفيد منه نحو ثلاثة ملايين نسمة وقدمت عيادة الامارات المتنقلة لعلاج المجاني لنحو عشرة الاف شخص من ابناء القرى والمناطق النائية التي لا تتوفر فيها المستشفيات الهيئة وضمن دعمها لقطاع التعليم سلمت خلال الفين واثنين وعشرين مائتي جهاز كمبيوتر لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة ووزعت الحقيبة توزي المدرسي لالفين واربعمائة طالب في المدارس وعدد من المراكز الاجتماعية في مديرياتي واريافي المكلة وبروم ميفع وقد وقعت اتفاقية جديدة لتطوير روضة الشحير بمديرية غيلبا وزير وفي مديرية المكلة سلمت الهيئة ثلاث عشرة سيارة متنوعة كدفعة لدعم قدرات الادارات والمؤسسات الخدمية بالمحافظة اضافة لتوقيع اتفاقية لبناء مسجد وثلاثة بيوت سكنية شعبية للمتضررين بمديرية بروم ميفع الى ذلك سلمت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي جمعية الطموح لرعاية اصحاب الهمم بمدينة المكلة باس وعدد من اجهزة الكمبيوتر المحمولة ومساعدات غذائية متكاملة وذلك ضمن اهتمامها بدعم اصحاب الهمم والشرائح الاكثر حاجة للمساعدة كما دشنت الامارات بقف العوامر مشروع بناء مدرستين للتعليم الاساسي تتكون من 12 فصلا دراسيا وملحقاتها لتستوعب اكثر من 540 طالبا وطالبة اضافة الى مسجد وخزان مياه وملعب للاطفال ومتنفس للعائلات وانجزت الهيئة خلال عام 2022 افتتاح اربعة ابار مياه جديدة في مناطق الساحل ليستفيد منها اكثر من 200 الف نسمة كما ابرمت اتفاقية جديدة لتنفيذ مشروع بناء ثلاثة خزانات مياه لكل من قرى الغرف والقرية وقسم بمدرية تريم والذي يستفيد منه نحو 42 الف نسمة وضمن مشروعها الخيري السنوي وزعت الهيئة الاماراتية خلال شهر رمضان من عام 2022 56 الف كرتون من التمور في عدد من مديريات المحافظة وتسعة الاف وجبة افطار صائم بمكرمة من سمو الشيخ شمسة بنت حمدان الهيان ووزعت كسوة العيد لستة عشر الف اسرة متعففة بقيمة بلغت اربعة ملايين ريال سعودي تبعها ستة عشر الف كوبون قسوة العيد للفقراء بعدد من المديريات والمناطق الريفية كما وزعت اضاح العيد على الف وثلاثمائة وثمانين اسرة من المحافظة الى ذلك وزعت الهيئة الملابس الشتوية والبطانيات والخيام الايوائية في عدد من القرى النائية بمديريات حضر موت الذين يعيشون اوضاعا قاسية بسبب موجة البرد القارس من جانبه اشاد محافظ حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بجهود دولة الامارات العربية المتحدة على مواقفهم الدعمة لليمن وجهودهم المبذولة في حضر موت